موسيقى نشط السابع مساء من الميادين والبداية مع العنوين موسيقى تهران تكشف عن أربع منظومات دفاعية جديدة وخيبة أمل في تل أبيب من تقدم مفاوضات فيينا موسيقى موسيقى تتوعد تشيكيا بالرد وتحملها مسؤولية تدمير العلاقات الطبيعية بين البلدين بطرد الدبلوماسيين الروس موسيقى دمشق تحدد السادسة والعشرين من الشهر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية وتفتح أبواب الترشح موسيقى مساء الخير في عرض عسكري لمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني في تهران انكشف الجيش الإيراني عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي المنظومات هي داما واند البعيدة المدى ودو الفقار الصاروخية منخفضة المدى ومجيد الصاروخية القادرة على مواجهة مجموعة متنوعة من الأهداف إضافة إلى منظومة خاتم للتحكم بنيران المدفعية من جاتي أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأعداء يخافون من قوة إيران ووحدتها وأمنها وفي رسالة تهنئة لمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني قال روحاني أن معنويات الجيش اليوم أفضلوا من أي زمان مضى وأن الجيش الإيراني وحرس الثورة تصديا للأعداء طيلة الحرب مع العراق وأثبتا قدرة استطاعت ردع الأعداء رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف قال أن الرد على العملية الإرهابية في نتانز أمر ضروري لا بد منه وسيتم في الوقت المناسب وأشار خلال جلسة للمجلس اليوم إلى أن العدو نفذ عمليته الإرهابية إلى جانب مواصلة مخططاته لتقويض المحادثات النووية العدو نفذ عمليته الإرهابية في نتانز لإضعاف موقف إيران القوي في عملية المحادثات النووية إلى جانب مواصلة مخططاته لتقويض المحادثات النووية وذلك محاولة منه لرهن كامل البنية السياسية والاقتصادية في إيران بالمفاوضات وأحباطها إيران ستلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي فقط في حال التزمت الأطراف الأخرى بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي وتم إلغاء جميع العقوبات عن إيران وتحققنا بدورنا من صحة ذلك قليبوف شدد على أن تخصيب اليورانيون بنسبة 60% هو رد حاسم على مخططات الأعداء لإضعاف موقف إيران تخصيب اليورانيون بنسبة 60% يأتي في إطار المادة الأولى من قانون مجلس الشورى الإيراني بشأن الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وهو رد حاسم على مخططات الأعداء والرد على الإرهاب في نطنز أمر لا بد منه وسيتم في الوقت المناسب تخصيب اليورانيون بنسبة 60% ضمن مدة زمنية قصيرة أثبت قدرات البلاد العلمية وعزم الشباب الإيراني على تطوير صناعة النووية الإيرانية كل الإجراءات غير المدروسة أو الضغوط ضد الشعب الإيراني لم تؤثر في عزيمة الشعب الإيراني ولم يتمكن أي أحد من إعاقة تطور صناعة النووية الإيرانية قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذالية كاظم غريب أبادي إنما يتم بحثه الآن في فيينا يهدف إلى إيجاد تصور واضح وشفاف بخصوص رفع العقوبات عن إيران غريب أبادي أضاف للتلفزيون الإيراني أن نتائج محادثات فيينا تنقل بشكل منتظم إلى المسؤولين في طهران خيبة الأمل من تقدم مفاوضات فيينا سادت في إسرائيل في ظل الانتقادات المتبادلة بين أوساط إسرائيلية وأمريكية والإقرار بالمفاعل العكسية لتفجير نتاز خيبة أمل كبيرة في إسرائيل مما تصفه مصادر دبلوماسية بأنه انكفاء أمريكي كامل في ملحدثات نووي مع إيران في فيينا هذا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقدم في مفاوضات فيينا بين الدول الستة الكبرى وإيران والتي تتقاطع مع معلومات وصلت إلى إسرائيل بحسب صحيفة إسرائيل هايوم الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها أن الوعد الأمريكي بالتوصل إلى اتفاق نووي أقوى وأطول في المستقبل ليس قابلا للتحقق المصادر نفسها وصفت الوعد الأمريكي بأنه كذب أو تظاهر بالبراءة خيبة الأمل الإسرائيلية تأتي على وقع انتقادات توجه إلى رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو على خلفية الإدارة الخاطئة للمواجهة مع إيران والانزعاج الأمريكي من الأداء الإسرائيلي لا يوجد لإسرائيل سياسة لتحديد ما تريد التحقيق وكيف يمكن التحقيق ذلك نحن الآن مرتبطون بالإدارة الأمريكية وليس لدينا الكثير من القدرات للتأثير بما يحدث بل حتى أن الأمريكيين يلمحون لنا بأن جزء من العمليات التي نقوم بها غير مقبولة لديهم وتعقهم في هذه المرحلة إسرائيل التسير نحو مكان سنكون فيه بمعضلة سيئة بلغة ملطفة عندما يوجد رئيس حكومة لا يتحدث كما كان يتحدث مع الرئيس الأمريكي السابق في الموضوع الإيراني فقط نتنياهو يقرر الانتقادات لنتنياهو تتزايد أيضا في ضوء المفاعية العكسية لتفجير نتانز وتلاشي التقديرات المبالغ بها جدا التي سادت الأوساط الإسرائيلية بعد التفجير الذي طال منشأة نتانز حول حجم الأضرار وتأثيرها على عرقلة البرنامج النووي الإيراني لتحل مكانها تقديرات سودوية في ضوء الإعلان الإيراني عن البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وإقرار مصادر في إسرائيل بحصوله اعتداءات وأعمال عنف بحق معتقلين رأي في سجن جوة في البحرين والمعارضة تتهم الحكومة وتطالب بالسماح لجهة دولية محايدة بالتحقيق فيما حدث في المقابل تقول السلطات أنها واجهت أعمال فوضى وعنف استدعت إجراءات أمنية وقانونية معتقل الرأي في البحرين يقضون سنوات من أعمارهم خلف القطبان تتواصل معاناتهم وتتوالى الأنباء عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل صمت دولي من قبل المنظمات والدول التي تعنى بحقوق الإنسان جمعية الوفاق في البحرين أكدت وقوع اعتداءات بحق معتقلين رأي في سجن جو جنوب شرق البلاد الجمعية أوضحت في بيان أن القوى الأمنية هاجمت معتقلين رأي في السجن لمطالبتهم بتغيير واقعهم السيء وأشارت إلى أن المعتقلين تعرضوا لضرب مبرح بالهروات ما أدى لإصابات دامية في صفوفهم كما تشير المعلومات وفقا للجمعية إلى استخدام العناصر الأمنية القنابل الصوتية خلال اقتحامهم السجن الجمعية طالبت باستماح لجهات دولية مستقلة ومحايدة بالتحقيق فيما حدث محملة النظام المسئولي عما يتعرض له المعتقلون وقد نفذ أقرباء المعتقلين في ضواحي العاصمة المنامة وقفات للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلاتهم في المقابل تحدثت كائلة الأنباء البحرينية بأن عددا من نزلاء استجنجاو قاموا على مدار الأيام الماضية بإغلاق الممرات ورفضوا دخول العنابر وقالت أن سجناء قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم ما أجبرهم على اتخاذ إجراءات أمنية بحقهم مسلسل معاناة معتقل الرأي في البحرين تتوالى فصوله ولا يبدو في الأفق حل قريب لهذه المعاناة النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية المعارضة على الأسود أكد للميادين أن الإصابات في صفوف معتقل الرأي في سجن جو بالمئات وهناك تعتيم على الواقع هي إصابات بالمئات ما يجري يتم التعتيم عليه لا يمكن لأي منظمة مستقلة محترمة أن تدخل سجون البحرين ما يقال من الداخل عبر المنظمات الجونغو التي صنعتها السلطة هو كلام مفبرك عار عن الصحة مكرر بشكل مستمر هناك إشكالية لدى السلطة بأنها تحاول التعتيم على الواقع المزري بداخل هذه السجون المزبلة في اليمن تتواصل المعارك العنيفة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في مدرية صرواح غربية محافظة مأرب وفي محافظة تعز تشهد منطقة الكدحة مواجهات متواصلة بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة عند الريف الجنوبي الغربي للمحافظة مصدر عسكري في حكومة صنعاء أكد تسجيل 174 خرقا جديدا لقوات التحالف السعودي في جبهات محافظة الحديدة غربي البلاد لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة فعالية تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال تحت شعار ولدنا أحرارا التفاصيل في هذا التقرير للزميل أحمد غانم أحيا الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني ولو رمزيا بسبب تفشي وباء كورونا خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون فالقوى الوطنية والإسلامية المشاركة أكدت أن قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة وحذرت الاحتلال من سياساته العنصرية بحقهم مطلوب التحرك للانتصار لهؤلاء الأسرى الأبطال معركة الأسرى الأبطال هي معركة كل الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه أسرانا وأزيراتنا معركتنا مع العدو الصوني حتى تحرير الأسرى والأقصى وأيضا المقاومة ستفاعل خياراتها جميعها من أجل أن تكون هناك عمليات تبادل مشرفة تستطيع من خلالها أن تبيد السجون من الأسرى الفلسطينية مؤسسات شؤون الأسرى عبرت عن قلقها من جراء ممارسة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي واتباع أساليب التعذيب المختلفة مع الأسرى فضلا عن حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية سياسات تهدد حياة الأسرى داخل معتقلات غير صالحة للحياة المجتمع الدولي ظلم قضية الأسرى كثيرا ولا زال ينظر بعين الانحياز لاحتلال السجوني على حساب معاناة الأسرى والأسيرات السلطة الفلسطينية لديها تقصير كبير وعتب كبير وهناك مطالبات اليوم حتى من أسرى منظمة التحرير أنفسهم بدرود أن يتوجه رئيس السلطة للمحافل الدولية ومحكمة الجنايات لمحاسبة السجنين الصهاينة إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات وتعتقل إسرائيل في سجونها أربعة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني بينهم مائة وأربعون طفلا وإحدى وأربعون امرأة ويؤكد الفلسطينيون أن محاولات الاحتلال كسر إرادة الأسرى عبر انتهاكاته المتواصلة بحقهم لن تفلح في ثني الفلسطينيين عن مواصلة مسارهم النضالي والتحرري مهما كان الثمن أحمد غانم غزة الميادين نشرة السابعة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم أعلنت روسيا أنها سترد على خطوة الحكومة التشيكية بترضي 18 ديبلوماسيا روسيا وأكدت أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ستجبر مرتكبي مواصفته بالعمل الاستفزازي على فهم مسؤوليتهم الكاملة عن تدمير العلاقات الطبيعية بين البلدين هذا وتتسارع التطورات عند الحدود الروسية الأوكرانية المزيد من التحشيد العسكري والضغط السياسي القراءة لغراسيا بيطار على دفاف البحر الأسود المشهد يزداد سخونة الأسطول البحري البريطاني يرسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود في أيار مايو المقبل هذا ما كشفته صحيفة The Times البريطانية التي نقلت عن مصادر بأن المبادرة البريطانية تهدف إلى التعبير عن الدعم لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في المنطقة على خلفية الوضع المتوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا مستعدة لإرسال معدات عسكرية أخرى في حال وجود تهديد لأوكرانيا من جانب روسيا مشهد السفن الحربية لبريطانية ليس بعيدا من التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش الأوكراني في مناطق دانيتسك الخاضعة لسيطرة كييف بحسب ما أعلنت وكالة تاس الروسية التوتر واضح في الماء وفوقها في السياسة السفير الأوكراني وفق صحيفة كوميرسانت الروسية يطلب مساعدة برلين لضم بلاده إلى الحلف الأطلسي في مطلب أوكراني متكرر وها هي جمهورية تشيك جارة أوكرانيا تعلن عن عزمها طرد 18 ديبلوماسيا روسيا بناء على معلومات تفيد بأنهم جواسيس وفق بيان الخارجية والسرعان ما دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا سلطات تشيك إلى الحذر من تبعات هذه الخطوة لافتة إلى أن براك على دراية تامة بتبعات هذه الألعيب بحسب تعبيرها وفي تصعيد إضافي أعلن وزير الخارجية تشيكي نيته بحث قضية تفجير مستودع فيربيتيتسي الذي تتهم بلاده روسيا بالتورط فيه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع وفي سياق غير بعيد لوح الرئيس الفرنسي بفرض عقوبات على روسيا إذا أقدمت على سلوك غير مقبول في ملف أوكرانيا بحسب تعبيره وإن شدد في الوقت عينه على فتح حوار صريح مع موسكو ورسم خطوط حمر في العلاقة معها الأمن الروسي يعلن عن اعتقال شخصين في موسكو كان يحضران الانقلاب في بيلاروسيا وكذلك يعدان الاغتيال رئيسها أليكساندر لوكاشينكو التصعيد الغربي ضد موسكو يبدو أنه متواصل من أوكرانيا مرورا بجورجيا وصولا إلى مينسك تقرير عباس الصباخ محاولات تعميم الفوضى على الحدود الغربية لروسيا تتواصل فبعد التحريض ضد موسكو في كييف وتبليسي وبعدهما في بيشكيك محاولة متجددة في مينسك فالثورة الملونة لم تؤتي أكلها في بيلاروسيا فكانت تخطيط المحاولة انقلاب واغتيال حليف موسكو الرئيس أليكساندر لوكاشينكو المحاولة التي أحبطها الأمن الروسي بالتعاون مع نظيره البيلاروسي كانت بتوجيهات أمريكية وأوروبية وفق سلطات مينسك واختار رعاة الانقلاب لتنفيذها يوم التاسع من أيار مايو أي مع احتفال مينسك بعيد النصر على الفاشية خلال الحرب الوطنية العظمى وكالة ريانو ويست الروسية كشفت بعض تفاصيل خطة الانقلاب التي قسمت إلى عدة مراحل أبرزها إثارة الفوضى في مينسك لإلهاء قوى مكافحة الشغب وعرقلة عملها واحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان بيان الانقلاب والاستعانة بقوميين من أوكرانيا لاغتيال لوكاشينكو اختيار مينسك لم يكن عن طريق الصدفة فبيلاروسيا هي الحليف الأقرب لموسكو في الاتحاد السوفيتي السابق وتربطها مع روسيا علاقات ثقافية واقتصادية وسياسية متينة وهي تمثل البوابة الأوروبية لروسيا ولوكاشينكو هو الرئيس الوحيد الذي لا يزال في الحكم منذ استقلال بيلاروسيا بعد انهيار المنظومة الاشتراكية ولم يهاد واشنطن وظل خصمها لعقود كل ذلك والتوتر سيد الموقف في أوكرانيا على الحدود مع روسيا مع إعادة الغرب قضية شبه جزيرة القرم إلى الواجهة بعد تناسيها لسنوات عقب انضمامها إلى موسكو المشهد المعقد يشي بمزيد من التوتر والتصعيد الغربي ضد موسكو التي نجحت في وقف اندفاعة واشنطن وحلفائها لتغيير أنظمة صديقة لروسيا مجلس الشعب السوري يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة السورية بدءا من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام على أن ترجع الانتخابات في السادس والعشرين من أيار مايو المقبل التفاصيل مع محمد الخضر أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية التقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العدية خلال مدة عشرة أيام تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع في التاسع عشر من شهر نيسان جلسة استثنائية لمجلس الشعب السوري عنوانها تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية الاقتراع يجري في العشرين من أيار مايو للسوريين خارج البلاد والسادس والعشرين من الشهر ذاته للسوريين على الأراضي السورية مواعيد تلتزم روح الدستور وقانون الانتخابات العامة هناك شرط أساسي أي شخص يريد أن يترشح لمقام رئاسة الجمهورية يجب أن يحصل على تأييد 35 عضو مجلس الشعب إذا لم تتوفر هذه النسبة لا يحق له أن يدخل المعركة الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية سياسيا ترد دمشق عبر تحديد موعد الانتخابات على ضغوط إقليمية وغربية حاولت الررط بين التقدم في أعمال اللجنة الدستورية والانتخابات الرئاسية ترى أن الأساس التمسك بالاستحقاقات الدستورية هو منع الفراغ يعني أن الدولة موجودة ويعني أن هذا الاستحقاق الدستوري الوطني تتصدى له المؤسسات بلغة إجرائية بلغة قانونية ولغة دستورية ويعني أن الدولة صامضة وأن الدولة موجودة وأن تضحيات السوريين صرفت في المكان الصحيح وأن الدولة لن تذهب إلى الفراغ على الإطلاق يوجب الدستور السوري أن يتمتع المرشح بالجنسية السورية من أبوين سوريين وأن يكون مقيما في سوريا إقامة دائمة غير منفصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون متما الأربعين من عمره تحديد موعد الانتخابات الرئاسية السورية خطوة دستورية في المقام الأول تلتزم المؤسسة التشريعية السورية من خلاله التمسك بنصوص الدستور منعا للفراغ في عمل المؤسسات ورفضا للرهانات والتدخلات الخارجية التي اشتدت وطأتها مؤخرا في محاولة للتأجيل والتشويش على أهم الاستحقاقات الدستورية السورية محمد الخضر من أمام مجلس الشعب بدمشق الميادين أقر الجنرال الإسرائيلي يوسي لانغوتسكي بعدم فعالية القبة الحديدية وعجزها عن إيقاف صواريخ المقامة الفلسطينية وحذر من التهديد الصاروخي في حال اندلاع حرب كبرى تشمل حزب الله وإيران لانغوتسكي الذي يقود وحدة عسكرية لتكنولوجيا انتقد بناء الدفاع الاستراتيجي على تقنية واحدة مشيرا إلى أن رد القبة الحديدية جزئي قصير المدى مع وجود ثغرات وتطلب اعتراض الصواريخ كميات كبيرة من الصواريخ المضادة فضلا عن تجاوز تكلفة إطلاق صاروخ واحد من القبة مئة ألف دولار أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن إسرائيل واليونان وقعت أكبر صفقة دفاعية بينهما بقيمة مليار وستمائة وخمسين مليون دولار وتتضمن الصفقة أن تنشئ إسرائيل مركزا دوليا للتدريب على الطيران للقوات الجوية اليونانية على غرار مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي توفي الفنان السوري كمال بلان في موسكو عن عمر نهز 67 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفارس كورونا الميادين كانت أعدت تقريرا عن العلاقات الثقافية الروسية السورية وتحدث فيها الراحل عن دور الفن في إحياء الإنسان الذي بعثرته الحرب التقرير ليارا حسن تعود العلاقات الروسية السورية الثقافية إلى عشرينيات القرن الماضي عندما تم إرسال أولى البعثات العلمية السورية إلى روسيا الاتحاد السوفيتي كان حريصا على تطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات عديدة فكان التعاون السينمائي بين البلدين في أوجه حين ذاك فروت شهرزاد قصتها الأخيرة في الفيلم السوفيتي الليلة الأخيرة لشهرزاد من قصر العظم في دمشق زرنا مهرجان دمشق السينمائي مرات عديدة وأنتجنا أفلاما مشتركة كما أتى إلينا العديد من صناع الأفلام السوريين كما برز مؤخرا التعاون في مجال الآثار حيث يشارك مدحف الأرمتاج في عملية إعادة أعمار التدمر كما عزفت أوركسترا مارينسكي في مسرح تدمر العتيق بالرغم من الركود الذي فرضته الحرب على الأنشطة الثقافية المشتركة إلا أن عددا من الفنانين السوريين في روسيا ما زال يعمل بشكل جاد للترويج للإرث الثقافي الفني السوري وهنا نسمع دندنة من أغنيتها الأسمر اللون أما بالفترة الأخيرة وخصوصا وقت الحرب يعني نعدنا بأنه يصير في تبادل حضار ثقافي ولكن هذا أنا برأيي الأهم في المعركة الفن أقوى من الرصاصة وأقوى من الخطاب السياسي هذا التبادل غير موجود لازم ينجد فلوس لأنه الفن نحن مهمتنا هلأ تغيير ما في داخل الإنسان وخصوصا اللي انتزع داخل الإنسان هاي اللي بيوت اللي انهدمت بترجع تتعمر بس مشان نعمر الإنسان طريق غير الفن ما فيه نحن بحاجة لمركز ثقافي سوري في موسكو حتى نقدر نعطي موسيقتنا وننقلها من الموسيقى العربية والموسيقى السورية لأنه نحن أساسا عنا مكتبة غنية جدا بالموسيقى إن كان سورية ولا إن كان مصرية ولا لبنانية تعمل كل من روسيا وسوريا جاهدتين ومن خلال خطوات كبيرة أو صغيرة على تعزيز الروابط الثقافية لإيمانهما بأهمية الثقافة والفنون في بناء الإنسان ولا سيما في الأزمات والآن تذكير بعنوين السابع موسيقى تهران تكشف عن أربع منظومات دفاعية جديدة وخيبة أمل في تل أبيب من تقدم مفاوضات فيينا موسكو تتوعد تشيكيا بالرد وتحملها مسؤولية تدمير العلاقات الطبيعية بين البلدين بطرد دبلوماسيين الروس موسيقى دمشق تحدد السادسة والعشرين من الشهر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية وتفتح أبواب الترشع موسيقى ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين باللغتين العربية والإسبانية إفطار شهي وفي أمان الله موسيقى